السلام عليكم ورحمة الله. كيف تنشأ تمرين على الشكل QCM؟ أولا نبدأ نكتب في لاباش جوجل جوجل فارمز ندخل لبلاطفورم نكتب عنوان التمرين في جوجل فارمز نكتب عنوان التمرين في جوجل فارمز مثلا عندي هنا نكتب طلع بروغريسيون تيماتيك وبعد ننشأ التمرين تاعي ندير السؤال الاول بيسير انكت محضر السؤال من قبل باشي نكوبييه ونكوليه راني كالساند انا في براس السؤال راني در تساند يعني كالساند جمل ومبعد نعطيله اختيار وينهو الجواب الصحيح من مجموعة منه الاجويبه نرجع جوجل فارمز نكولي الساند مجموعة من الاجابات الخياريه سكونا بالكي سيام مثلا كما عندي هنا في هذا المثال اعرفت عليها ثث اجوبه اختياريه باش تزيد الاجويبه ماهيش محدوده دير غيه بلوس من بعد عندك اوبسيون ا اوبسيون دو اوبسيون تروى ومبعد تضيف الاجويبه انتعك وبالمناسبة عندك هنا ايام مثلا اعرفت عليها ثالث اجابته انتك تقدر الى كان في المادة تتطلب اكثر تقدر تزيد وعلى الاجابة الثالثة ومبعدها نعود لفس العملية للسؤال الثاني والثالث ومبعد تبقى عليك انتش حال تعرض على التلميذ من سؤال ترماركي انه مثلا هنا عندي في هذا المثال يعنيك ما عطيت له شانا سؤال وانما عطيت له سند يعنيك عطيت له فقرة صغيرة باش يختار لي وينهل الجواب الصحيح يعنيك في اللغات مثلا نقدر انتعاملوا بهذا النوع مثلا كما عندي هنا في اللغة الفرنسية وإلا كانت مادة واحدة اخرى انت حاول تتأقلم مع طبيعة المادة في عرض الاسئلة بانسير هذا نوع من انواع الطرق لعرض الاسئلة على التلميذ بانسير جوجل كلاسروم بالمناسبة لديه عدة طرق لعرض الاسئلة على التلميذ كما يتضح لك في الصورة الآن سنكمل في الاسئلة الاخرى سنعرف تعليم ثلاث اسئلة على التلميذ من بعد نروح الواحد المرحلة نشوفه نروحه في بلاس التلميذ ونحاوله نسي نجاوبه ونشوفه النتيجة بانسير توجول قبل ما تعرضها حاول التاستي قبل التاستي للتمرين ونظيف الأجوبة نضيف الأجوبة باش يكون التمرين ذات الإجابات التلقائية يعني كفم فم يعطيله إجابات نموذجية ويعطيله النقطة تعوه في الحين بلا ما تكوريجينته هو يكوريجي في بلاستك صحة هذه الاسئلة إلا يكون بعض عشوائية ولا منظمة وبعد نروح لكيستيونير وهنا نضيف التصحيح التلقائي كوريكشون أوتوماتيك كنا اكتيفي هذا التصحيح التلقائي نرجع للتمرين التوعي ونضير التصحيح النموذج أنا التصحيح النموذج نضيره غير خطرة وبعد يدخل ألف تلميذ سيكون جوجل كلاسروم وهو يكوريجي له مباشرة أنا ما عليها إلا أني نشوف النتائج المتحصل عليها من طرف التلميذ نضغط على المربع الأزرق لتصحيح النموذج نضغط على النقاط مثلاً نطقتين ندخل تصحيح النموذج تعطي تصحيح النموذج تتعليق على الإجابة النموذجية سؤال الثاني نفس الشي نضغط على مربع الأزرق نعطي النقطة ثم نعطي الإجابة النموذجية تجور ندير ترميني ترميني كل ما نكمل للسؤال ندير ترميني نضغط على المربع الأزرق نختار الشحال نعطي لهم النقطة نختار الإجابة الصحيحة وندير ترميني بعد ما نكمل هنا جماعة حرزوا وحكم هنا هذه مرحلة حاسمة در وقت تكمل التمرين والتصحيح النموذجي لجب نكوبي لليونتع التمرين نحن نكوبي فتكلم نكوبي عن طريق جوجل فورمس نتعطي منصة لتنطي منصة التمرين ولكن نجب أن نحن نكوبي نعطيها للتلميذ نضغط لليونتع نضغط لليونتع مفخصة نضغط لليونتع نضغط لليونتع لنعرض على التلميذ هذا التمرين لكي يضغط على التمرين يجعل هذه الصفحة لكي يقوم بالإجابة على الأسئلة ونعرض على التلميذ في القسم التعو نضغط على الترمبون ونضغط على الترمبون ونضغط على الترمبون ونضغط على التلميذ نضغط على ترمبون ونضغط على التمرين هذا النظامية وهذا الخروج هو الذي يضغط على التمرين ينسيmondع التمرين رأني كله ورأني التلميذ ينسي التمرين على الأساس نقرف الأسئلة وتعب فرضت على التلميذ وأنه يعطيني الاترس كما تريد يريد أن يفرض عليه أنه يعطيك الاترس أو لا يفرض عليه الإيجابية يتبع التلميذ من مرة تدخل هذا التمرين مرة مرتين ثلاثات تدخل أدرس إيميل في التليفون ويجاوب على الأسئلة ثم يقوم بإمكانك بعد إمكانك مباشرة جوجل كلاسروم يعطي له النتيجة ويجعل النقطة في الحين ثم يوصلك مباشرة